زر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بزيادة رواتب العسكريين بنسبة 30% من مجموع الراتب وذلك في إطار خطط لتحسين أوضاع المنتسبين للجيش السوري الذي يخوض معارك ضد جماعات متطرفة ومجموعات للمعارضة المسلحة أما ميدانيا فقتل عشرة مدنيين على الأقل في غارة شنتها قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة على قرية الجزاع بالريف الجنوبي للحسكة أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية اليوم أن قيادتها قررت سحب مستشاريها العسكريين من مدينة منبج شمالي سوريا عند الحدود مع تركيا وذكرت وحدات حماية الشعب في بيان على فيسبوك أن قواتها كانت قد انسحبت من المدينة بعد تحريرها من قبضة مسلح داعش قبل عامين إلى ذلك قال وزير الخارجية التركي مولود شووش أغلو أن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية سينزعون سلاحهم لدى مغادرتهم مدينة منبج في شمال سوريا في إطار خارطة طريق متفق عليها مع الولايات المتحدة وأضاف الوزير أن العمل المشترك على خارطة الطريق التي تفق عليها مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن أمس سيبدأ خلال عشرة أيام وسينفذ في غضون ستة أشهر التهديد الفعلي لتركيا يأتي من أعضاء من حزب العمال الكردستاني وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي الموجود في الشرق الفرعت لذلك سيتم تنفيذ خارطة الطريق هذه هنا بعد منبج نرى ردود فعل وبعض الناس لم يتبعوا بياناتنا بشكل جيد قد قلنا إن خارطة الطريق هذه ستطبق في مناطق أخرى تسيطر عليها وحدات حماية الشعب بعد منبج هذا موجود في اتفاقنا